سورة الفاتحة هي علاج وشفاء كلنا نقرأ سورة الفاتحة ولكن القليل مننا من يتدبر معاني هذه السورة الرائعة أحبة في الله كيف يمكن لنا أن ننظر إلى سورة الفاتحة على أنها سورة الشفاء الحقيقة فيها آية عظيمة أيها الأحبة آية الهداية الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم الحقيقة أحدنا يتعرض لبعض الأمراض وأحيانا لا يهتدي إلى العلاج الصحيح لا ليهتدي إلى الطبيب الصحيح لا يهتدي إلى الدواء الصحيح الشافي فتجد أن كثير من الناس يتخبط وهناك أمراض مستعصية قد يكون علاجها بسيط جدا وأنت غافل عنها هذه السورة عندما تقرأها وتكررها وبخاصة سبع مرات يعني هي سبع آيات على فكرة سورة الفاتحة سبع آيات والله سماها السبع المثاني فعندما تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم يعني أنت تطلب الهداية إلى العلاج الصحيح إذا كنت مريضا تطلب الهداية إلى الطريق الصحيح إذا كنت تتعرض مثلا لمشكلة ولا تجد لها حلا إذا كنت تتعرض لظلم أو لأذى أو لمشكلة مادية مشكلة اجتماعية في البيت في الأسرة في العمل عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن تعتقد أن هذه الآية لها تأثير شديد على حياتك أنها تكون سببا لهدايتك إلى الطريق الصحيح لعلاج هذه المشكلة لعلاج هذا الوباء لعلاج هذا المرض ثم إن معنى الصراط الصراط هو الطريق فاهدنا الصراط المستقيم لا تعني فقط أن يهديك الله عز وجل إلى طريق الجنة هذا في الآخرة صحيح ولكن في الدنيا هناك هداية أيضا كلنا يحتار أحيانا إنسان أحيانا يحتار في اتخاذ قرار هل أسافر أم أبقى هنا؟ هل أدرس هذا المجال أم هذا المجال؟ هل أعمل في هذا الاتجاه أم في هذا الاتجاه؟ يعني كثير من قراراتنا أيها الأحبة غالبا ما تكون خاطئة لماذا؟ لأننا لا نتوكل على الله ولا نطلب الهداية من الله وبالتالي يعني هذه الصورة أنا شخصيا أعتبرها صورة الشفاء ومن أسماء الصورة أنها الشافية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها للشفاء والصحابة الكرام كذلك ونحن ينبغي أن نقتدي بهم وبخاصة أن تقرأ هذه الصورة على الماء على كوب من الماء سبع مرات ثم تشرب هذا الماء حتى التركيب التوزع جزيئات الماء سيختلف أثناء قراءة صورة الفاتحة عليها سبحان الله طبعا هذا ما أعتقده أنا هناك أناس لا يقتنعون بهذا الكلام هذه مشكلتهم صورة الفاتحة هي علاج أولا مجاني لا يكلفك شيئا آمن ليس له أضرار جانبية مثل أدوية الكيميائية كل حرف تقرأه بعشر حسنات يعني هي رصيد لك يوم اللقاء الله سبحانه وتعالى تصور أخي الحبيب صورة الفاتحة حسب الرسم العثماني ها واحد وثلاثين كلمة ومئة وتسعة وثلاثون حرفا النبي أكد أنه ليس كل كلمة بحسنة بل كل حرف بحسنة كل حرف مرسوم في القرآن تقرأه لك به حسنة والحسنة بعشر أمثالها فإذا قلنا أن صورة الفاتحة مئة وتسعة وثلاثين حرف ضرب عشرة يعني ألف وتلاتمئة وتسعين حسنة اضرب بسبع مرات بحدود العشرة ألاف حسنة وأنت تحتاج لقراءة الفاتحة سبع مرات دقيقتين تقريبا تقرأها سبع مرات تصور أخذت كل هذه الحسنات وكل حسنة من هذه الحسنات خير من الدنيا وما فيها لماذا؟ لأن كل هذه الدنيا أحبة في الله ستفنى وتبلى بينما كل حسنة تعملها باقية لك عند الله سبحانه وتعالى لا تنفذع بالعكس تنمو وتكبر والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى إذن أحبة في الله سأستعرض معكم سريعا آيات هذه السورة وبطريقة تدبورية يعني عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي أن تجزم وتعتقد أن هناك إلها رحيما قادر على شفائك قادر على هدايتك قادر أن يرحمك ويخلصك من ظلم الناس عندما تقول الحمد لله رب العالمين هذا اعتراف منك أنك ترضى بقضاء الله ترضى بالمرض الذي ألم بك أنا راض يا رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنتظر رحمتك يا رب يعني هكذا ينبغي أن تفكر وأنت تقول الرحمن الرحيم ثم عندما تقول مالك يوم الدين يجب أن تتذكر قدرة الله يوم القيامة وأنه هو المتصرف في ملكه في الدنيا وفي الآخرة ولا يتم أمر إلا بإذنه عز وجل إذن أنا مصيري إلى الله وحياتي إلى الله وكل شيء بيد الله إذن مما أخاف هل أخاف من مرض؟ حتى لو المرض مهما تطور سينتهي بك الأمر إلى الموت وبعد الموت هناك لقاء الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ستكون في حماية الملك عز وجل لا خوف لا حزن لا ظلم بعد اليوم ستكون في أمان إياك نعبد وإياك نستعين العبادة لله والاستعانة بالله عندما تقرأ هذه الآية ينبغي أن لا تلجأ إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى لتعلم أن الله يكفيك يجب أن تعلم أن الله يكفي أن الله كاف أن تستعين به عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تطلب الهداية من الله أن يهديك إلى العلاج الصحيح إلى الطريق الصحيح إلى القرار الصحيح سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسأل الله عز وجل أن يجنبك مزالق الضلال مزالق الهوى مزالق أولئك الناس الذين ضلوا وكفروا وفسقوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسأل الله عز وجل أن يرزقك طريق الأنبياء يعني سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت أنقذه الله من ظلمات البحر ومن ظلمات بطن الحوت هذا الإله قادر أن ينقذني من مرض ألم بي الله عز وجل الذي أعطى لسيدنا سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ملك ألان له الحديد سخر له الجبال سخر له الطير العفاريت من الجن يعملون تحت أمره الشياطين مسخرون له كنوز الأرض كانت عنده وعلى الرغم من ذلك كان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله فالإله الذي رزق سيدنا سليمان قادر أن يرزقني ببساطة لذلك هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يعني مثلا سيدنا زكريا الذي رزقه الله الولد وهو شيخ كبير رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا في هذا السن الكبير جدا يعني ربما ثمانين أو تسعين سنة رزقه الله الولد الله الذي رزقه الولد قادر أن يرزقني الولد إذا حرمت من الولد رأيتم أيها الأحبة يعني أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم يجب أن تتذكر سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ونجاهم وأكرمهم وتعتقد جازما أن هذا الإله قادر أن يكرمني وينجيني ويرحمني لذلك أحبتي في الله أرجو أن تنظروا إلى سورة الفاتحة على أنها الشافية وأن تقرأوها سبع مرات في أي مناسبة في أي مشكلة تتعرض لها حتى لو تعرض لمشكلة في البيت اقرأ سورة الفاتحة سبع مرات وستجد إن شاء الله أن الأمور ستنفرج نساء الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة